السلام عليكم ورحمة الله معكم عبادة جيدكم فيديو جديد عن سولو ليفلي فيديو اليوم راح نجرب بعض الكومبوهات وأفضل الشخصيات لحتى انت تستخدمها باللعبة طبعا أول شي لازم تعرفوا أنه ما في فريق أو الأفضل دائما أنه ما تخليك على نفس الفريق لكل المراحل ليش أنه في بعض المراحل ممكن إذا غيرت فريقك اللي هو الشخصيات اللي بتساعدك طبعا اليوم راح نحكي على الشخصيات المساعدة لسنجينو بالفيديو القادم إن شاء الله راح نحكي على الشخصيات اللي هو تيم الهنترز لحاله وشو ممكن يقدر يساوي وشو أفضل كومبو ممكن تعمله بشخصيات الهنترز لحالها فاليوم راح نحكي عن سنجينو وشخصيات اللي بتساعده إذا بدك تعرف أول شي شو الإنفكت اللي راح تاخده تستخدمت كل شخصية من هذه الشخصيات بتبوت على الشخصية بتعمل سكيلز بعدين سكيلز هاي السببورت سكيلز هي اللي راح ينتنعمل لما ينزل هاي الشخصيات نفس الشي بالنسبة لهي نفس الشي بالنسبة لهي دائما إذا بدك تعرف شو الشغلة راح تنعمل لما يكون انت عم تلعب سنجينو وينزل الهنترز هاي هي سببورت سكيلز بقى راح نبلش من فوق ونشوف بعض الشخصيات اللي راح تكون ممتازة لحالة الاستخدمة هاي أول الشغلة لازم تعرفها الشغلة تاني لازم تعرفها لأنه ممكن من قتال لقتال من مرحلة لمرحلة تستخدم شخصيات مختلفة مثل مثلا كمثال خلين نقول انت العبت الهارد مود او اي مرحلة مثلا النورمال والله اللي ضدك ضعيف ضد مثلا خلين نشوف هاي المرحلة اللي ضدك ضعيف ضد الريح ممكن استخدم شخصيات الريح لانه الريح راح تعمل دماج زيادة 150 بالمية في شغلة ثانية اللي ضدي مثلا عليه درع بقى انا ممكن استخدم شخصيات بتشيل الدرع مشان انا لما فوت وينضرب اللي ضدي يدري يساعدني باكتر من طريقة مو بس انه والله خلص ينزل يعمل شغلة ويطلع ويعمل دماج ويطلع لا بدي يساعدني باكتر من طريقة انه بدي يعمل بريك بدي يعطيني بوس للي دماج للي بدي ينزل دفاع تبع اللي ضدي بقى شو الهدف من الشخصية اللي انا راح استخدمها كل واحدة الهدف معين مشان هيك في ناس كتير بتلي شو افضل ثلاث شخصيات حتا مع Mer profili ما فيه ثلاث أفضل عل Afro Blue anderen ممت Affordable D يفرق حسب المرحلة وحسب أنت شو لازمك بالمرحلة عرفتو كيف؟ أنت شو لازمك بالمرحلة خلينا مثلا نشوف شغله في ناس كتير عم تقولي مثلا شابتر 14 البوس مش عم ترى شابتر 13 البوس هذا ما عم يدر دمجه ما عم يدر يعني عم يخلص الوقت وانا ما عم يدر دمجه بساعتها بتحط شخصيات بتحطيك دمج زيادة بتكسر له الدرع ممكنه درعه كتير قوي لازم تكسر له الدرع قبل ما تبلش تضربه فهم ببليش أنت بتختار شخصياتك حسب أنت شو لازمك مو والله أقوة للشخصيات ما في باللعبة يسمون شيء أقوة للشخصيات كل شخصية بتعطي شيء مختلف عن التاني بشكل كبير صح في شخصيات مفيدة اكتروا شخصيات تانية بس بالمجمل أحيانا ممكن أنت ما بدك مثلا ندمج انت بدك شيء مفيد بأخير مثلا نجرب هذا البوس وفرجيكم شو تواصل مثلا هلا هذا البوس أول شيء ماي ثاني شيء عنده درع بس الدرع مرة واحدة بنحط ما في داعي يحط سبشلات كثيرة بنحط عليها الدرع أنه نشوفوا لو كانت عليها رفريش خينا نشوف مثلا مرحلة تانية إغريس إغريس بعرف مية بالمية أنه بنحط عليه أكتر من درع خلينا نشوف شايفين هذه العلامة البرتقالية معناها إغريس أو شخص هذا رح ينحط عليه درع أكتر من مرة نرجع لشابتر أربطعش أو تلتطعش هلا أول شغلة بعرفة بدي يحط شخصية ممكن تساعدني كشيل الدرع با والله شو عندي هاي الشخصية هاي الشخصية عنده ميزتين أول شيء أنه هي مي وأنا رح كون قوي ضد المي ثاني شيء أنه هي الحركة تبعها لما تنزل بتعطيني شغلتين أول شيء بتعطيني درع من 10 مية من اتش بي وتاني شيء بتعمل ميديم بريك يعني بتكسر الدرع تبع اللي ضدي با هاي مفيدة أنه أول شيء إذا أنا عموت رح حط عليه درع مشان ما موت بسرعة وتاني شيء أنا بحط ميديم بتعمل ميديم بريك مشان هيك رح يستقدمها هلا باقي شخصيات با هون ببليش بحط شيء تاني هلا أنا بدي ثلاث شخصيات بتعمل درع ما في داعي دام الدرع بنحط مرة واحدة بقى ممكن شخصيتين بكفوا أنه أنت رح تحط ممكن كمان سكل أو سكلين بشيلوا للدرع مثل ما تشايفين مثلا رح نحط هاي بتشيل الدرع وراح نحط واحدة تانية بتعمل دمج عادي هنا نجرب هاي ولا خينا نجرب شيء تاني اليوم نجرب هاي اللي بتعطيني كرت ريت زيادة أنا ممكن بدي كرت بقى بحط شيء بساعدني أني كرت ألا بقى بنجي للشخصيات مثلا أنا بدي نزل له درعه بقى هاد الشخصية انا بيعف شو بتعمل أول شي بيعمل دمج 50 بالمئة من لاتاك تبعه كتلة ثواني وزائد أنه بنزل الدرع تبع اللي ضدي 15 بالمئة بنزل دفاع اللي ضدي 15 بالمئة بقى ممكن نحطه إذا هاي مثلا ما فادتني كثير أو ما مفيدة بقى بعمل شغلة تانية في عندي هاي الشخصية بتعمل نفس الشيء بتشيل الدرع بس 20 بالمئة بتنزله دفاعه مو مش 15 بالمئة بقى مشان هيك ممكن ساعتا أنا راح حط هاد لأنه هاد راح ينزل درع 20 بالمئة أكثر من الداني بقى راح حطه وينو ليش ما عم ينحط هلا بنجي بقى للشخصية الثالثة الشخصية الثالثة أنا بديها بعطيني قوة هجوم الزيادة في عندك 3-4 شخصيات باللعبة بيعطوك هجوم إضافي لما ينزلوا أول شي طبعا من أفضل الشخصيات هو بيك اللي لا بيعرف شو بيعمل بيك لما ينزل على الساحة بيعطيني بيعطيني بيزود لي أتاكي 20 بالمئة هلا صح بيزود الدمج اللي أنا راح أكله 10 بالمئة بس العشين بالمئة أتاك وأنا سنجنوه بيعتبر هو شخصية أتاك فقط مشان هيك بقى راح استخدمه لهذا مشان يعطيني أتاك زيادة هلا بنجي لشغلة ثانية في عندك هاد اللي هو الامتيكيو نفس الشي كمان عنده حركة بتزود لك الكور أتاك دمج 15 بالمئة إذا أنا بسنجنوه راح اعتمد على الكور أتاك سكل اللي هي هاي الضربة بساعته أنا راح استخدمه لهذا مشان يزود لي الكور أتاك تبعي 15 بالمئة نقول مثلا عندك هاد هاد نفس الشي عنده هاي الحركة مو بس بيهيلني اعتمد على الكور أتاك بزود الدمج اللي بيعملو على اللي ضدي 15 مئة أي دمج بعملو على اللي ضدي راح يخليلي دمجي زيادة 1500 هاد احسن من هاد ليش؟ هاد فقط الكور أتاك هي اللي راح تعمل دمج زيادة نسبة 15 مئة بشان هيك بتلاحظوا ناس كثير عم تستخدمون لأنه جبار من هاي الحركة هاي بالنسبة للشخصيات اللي بتزود لي قوة هجومي في عندك هاي كمان بتعطي افكت لا بأس فيه وحلو اللي هي انكريز ديفنس وانكريز ديفنس بتزود لك ديفنس بالساعة بتخرق الدرع بنسبة 7.7 أكتر والفاير دمج تابعك راح يزيد بنسبة 7 اذا انت عم تستخدمش حركات بتعمل فاير او اللي هي اللي هو الأحمر ساعة راح تعمل دمج زيادة 7.7 وهذا حلو بصراحة مثلا انا اللي ضدي بيعمل كثير حركات مزعجة بممكن نحط هاد هاد اول شي بيعمل زائد شي بيعطيني يعطيني درع زيادة كمان يعني زي انا عموت ممكن استخدمه هاد نفس الشي بيعمل استنى مدة اربع ثواني بهذا شي جدا رايح ممكن استخدمه مشان يعمل استنى مدة اربع ثواني هاي بتعمل دمج زيادة زائد بتشيل دي بوف من عليه وغير هاي كمان انكريس اعتمد على الالتمت هاي راح تكون جبارة لانه ساعاته دمجي راح يزيد بنسبة 15 بالمية وهي بتعمل اللي هو تجميد بتجمد له مدة ثانيتين هاي بتعمل شغلتين لما تنزل اول شي بتشيل دي بوف من علي اذا فيه دي بوف زون زائد انه بتزود الدمج اللي بعمله 15 بالمية اذا انا ما بحتاج الهيل ممكن استخدم هاي تاني شخصية بعده ليش انا هاي بس بتشلي اول شي بتعمل شارم اللي هو بتخلي اللي ضدي ما يتحرك لابده ما بعرف قديش بالضبط وبتشيل الدي بوف زون اذا اللي ضدي مثلا عامل بطئني ممكن يدر شيله عن طريق هاي وزايد اني بعمل دمجي زيادة 15 بالمية بقى هاي بصراحة جدا رائعة كسبورت بقى هادول همه الشخصيات اللي قوية بتعمل سببورت حلو في عندك هاي هذا كمان بيعمل شي كتير حلو بيعمل بريك زائد انه كريايت بوشن بيعطيك اتش في زيادة خمسة بالمية بقى ممكن تستخدموه هاد واقف اذا بيعمل شي بيعمل دمج 150 من التاكل من الثلاث ثواني هاد نفس الشي بيعمل 50 ثانية هاي جميلة كمان بتعمل بريك لايت بريك على اول هاي كسبورت سكيل ما بيدعي منها هاي كشخصية احسن هاد بنفس الشي ما بيعمل شي هاي بتعمل دمج 150 من الاتاكها كل ثلاث ثواني اللاء، لايت بتعملcom ممكن تدخل 반�داط فانات لا ot MICHAEL يجب أن ينزل بريك يجب أن تنزله أول شيء تعطيني ويتعطيني زيادة ويتهيّلني 1.5 من هبها جدا جميلة فهيك حكينا على كل الشخصيات الموجودة هلأ باب مبليش الكومبوهات اللي ممكن تعملها أول شيء رح فرجيكم هلأ الكومبوهات اللي انا رح اعمله هو هذا وشو فائدته وشو رح يقدر يستخدمه الأفضل دائما هلأ انت بداية اللعبة الأوتو كتير رح يفيدك بس بعدين بدك تتعود انك انت تشيل الأوتو مشان تقدر تعمل حركاتك بمتما بدك بتسلسل انت بدك ياه شوفوا هلأ بزودك تاكي بعدين بضربوه مشان يعمل عليه دمج زيادة هلأ بدي كسر له درعه ما مقدر اعمل حركة ها بدي حط الدرع على حال انه هذا ضربني ضربة قوية والدرع كمان لانه له فائدة ثانية مو بس انه هو درع ما بيخليك تمول اميون هي زودت التاكي هلأ بننزل هاد مرة ثانية كي نزله درعه هلأ بنزل هاي مشان تعطيني درع مشان ما ادر ما انضرب شوف ما بتنضرب ساعته ما بينعمل لك نوكباك دمج اللي عملته الحركة اللي استخدمتها غلط حطي الدرع على حالي قبل ما يضربني حطي الدرع على حالي قبل ما يضربني انا لو اكل كل هالضربات من غير الدرع كي نبا هادا هم ينزله درعه هم ينزله درعه هم ينزله طح الدرع ما انشال بس قدرنا نتلن ونزلنا له دفاعه وأول شيء نحن حمينا حالنا وعن نقدر نكسر له درعه يعني شوي شوي مثل الحركة اللي استخدمتها ما نفعت عليه هو اميون ما بينعمل له ستاند بقى هاي الشغلة كون لازم تعرفوها انتو هذا ما بينعمل له ستاند واذا غير حركاتك مشان تحط حركة انو هي لازم منعمل له ستاند لحتى اعمل بريك اذا ما نفعت ما رح عمله بريك هذا واحد من الكمبوهات الجبارة اللي انا كتير باستخدمها سوف ارجعكم فاائت تاني سوف نستخدم فيه شغلة تانية مثلا اغريس الهاردمون اغريس الهاردمون أنا بستخدم عليه كومبو سفاح كومبو كتير كتير قوي ولمعلوماتكم الشخصات ستقدموا مشخصيات يعني كلها هنا نشوف الهارد مود أول شي بنحط عليه الدرع أكتر مما الرابعة الأفضل أن يحط حركتين بيعملوا بتكسير للدرع هنا شو بتعمل هيفي بريك تعطيني كرت هيد دميج زيادة يحطها الآن الخطة اللي راح أعملها أني راح أحط شخصيتين بيعملوا بريك وأنا عندي حركتين بيعملوا بريك هي ثلاث شخصيات بيعملوا بريك زائد أن هذا بيعطيني درع لأنه اللي ما بيعرف إغريس بيسمم ويمكن تموت أكثر من مرة أنا متت بسبب التسميم وزائد أعطيت لحالي دميج زيادة إذا ما بدك هاي فيك تعمل هيك إذا عم تموت تتهيئ بسبب هاد هادكتين يصار كله حتى لما ينزل راح يعمل دميج زيادة 150% هلا با بفوت و بجربه بالحركات هاي هيك أول شي درعه راح ينكسر بأسرع لأنه عندي شخصيتين وتاني شي راح يقدر أنا ينحط عليه درع وهي ويعمل عليه دميج زيادة يعني تيمي عبارة عن كل شي كامل نزل له درعه بحط على حالي درع بعمله بريك ومزود الدمج اللي بعمله 15% هلا بمبلش لأنه عليه درع بما خفت أنا يضربني هلا ببهيال بضربه هلا بمش lazy انا بمسك �م هاي شنع لدرع شايفيني البويزنشام يعمل فيني عملنا له ستان هلا بننزل هاد بيعطينا درع وبننزل هاد قسرنا له درعه هلا بننزل هاد ينزل له درعه هاي واحدة تانية بتنزل الدرع كمان هلا بنضربه ألتي اسمه مكسور درعه وعليه درع زيادة أقل صح المفروض نزل هيلر مشان يعطيني دماج زيادة بس مو مشكلة ما بني درعه يرجع انه كان درعه يرجع درعه ـ ـ ـ طومبو صحمم لكن انا كمان فعلت مرحلة كثير صعبة يعني هذا كثير صعب انا ختمته بالغصب ليس الغصب بس ختمته بصعوبة كثير لكن اعتقد كثير تبعي ما عجبتني بصراحة طرح حالنا فورا نهيال ماذا؟ اعتقد كثير صعبة كسرنا له درعو انا ما بنزل شادوز كتير لانو شادوز بيعموا على البي اصلا لما انا بكون عم سجل فيديو و بدي فرجيكم شغلي بنزل هيلر بنزل هاك بنزل الثاني يسأل له درعو ويغلق بنزل هاك ابتك انظر كوينسو انظر انظر هل يمكنك أن نزود الهجوم نزود الهجوم خفت ضربين قسرنا له درعه هلأ بنزل هاي مفروضاً أن نعمله كثير لأنه حطينا الهيلر ودرعه نائس هلأ بنعمل دمج كثير عالي شايفين؟ مفروضاً مفروضاً خطاله درع خطاله درع خسرنا له درعه ننزل هاد المفروضاً المفروضاً يستطيع أن يصدق مفروضاً مفروضاً يقتربه 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 تحرك بسرنا له درعه يارب ما نموت لحنا هلا خاص الوقت حسنا لكن ما عملنا على هذا مش حلو كان فينا نخلصه بعد واحد من الكومبوهات ما أقضل عيدة لنفس المرحلة بس بصراحة أعتقد دائماً عم مقدر مثلاً أنا درت مشكلة الدرع بدنايا الدرع بدنايا مشا ما نموت لا لا أنا أقول هالمرة يعني عشت ما متد أعتقد ممكن أعمل شغلة دائماً البريك أنا عندي حركتين بتنعمل البريك وحركة وعندك الأصفر بشيل بنيح من البريك ممكن ساعتها شو أعمل دام مثلاً أنا هلأ ما متد بسبب البويزن بس شو ممكن أعمل هلأ دام ناصني دميج شفتوا أنتو هلأ ناصني دميج كان لحتى خلصها بقى شو بعمل هيك بحط واحد تاني بالتين بيعطيني بوست دميج زيادة مثل هاد مثل هاد وهلأ ممكن بقدر خلصها بسبب هاي الشغلة اللي سويتها فقط خلينا نجرب ونشوف بس مشان شوف الفرق لما تشوف حالك أنت عندك نقص بمكان معين بتروح بتعمل شي تاني أفضل لك خلينا نشوف هلأ هلنزلوا هلنزلوا شايفين قصر ندرعوا الثانية حش ذري تحقين تحقين ما أقوم باباته أحن لا تحقين كامل وشفة تنزل اللي بيعطينا دفاع زيادة 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 ننزل هاد ونعمل هيك مفروض هلأ ممكن نخلصها لا فقط خلصناه معنا 15 ثانية زيادة بس هنشو بدلنا من واحد لواحد هذا هو الفرق دائما لما انت تستخدم الكومبو الصح حسب المرحلة الصح شفت حالي عم بموت بحاول هيل شفت حالي عم بدي درع لأنه كثير يضربني فيه ناس مثلا كثير بتكنسل لك حركاتك لأنه بتضرب كثير ضربات بقى ممكن تحط الدرع أول شي شان تنتص شوي تانيا تقدر تعمل حركتك كاملة من غير ما اللي ضدك يكنسل لك ياه لأنه الدرع بيخليك ما تكنسل حركتك تعرفتوا بقى هذا شي جدا رائع فيكم تتعلموا وتستخدموا عنكم دائما لما تلعبوا هاي المراحل بنرجع بنعيده بس لآخر مرة اللي هو الكومبو الحلو أو الكومبو هات الجميلة خلينا نفوت للتيم منجمنت مع سنجنو بك جبار هذا كمان جبار يعني هاد بيحيلك زائد بيعطيك بيعطيك دميج ازيادة 15% اللي ضدك هذا بشيل الدرع زائد أنه بنزل الدرع يعني بيعمل بريك زائد أنه بنزل 20% من دفاع اللي ضدي نفس الشي اللي هو مثلا عندك هاد بيشيل الدرع هاد بيعمل ستان يعني هاي بتعمل إذا انت عندك فاير راح تكون دميج بنتريشن كمان لا بأس فيها بس بصراحة فيك تقول أنه هاد من أقوى لكمبو هات باللعبة أو فيك هيك تساوي وبيصير أقوى وأقوى وأقوى بسيك ساعتا انت ما عندك حدا بالفريق بيعمل بريك إذا اللي ضدك ما عنده درع هاد من أقوى من أقوى الكمبو هات لأنه هاد بيعمل دميج حلو هاد بيعمل دميج حلو هاد بيهيلك با هيك انت يعني حسب المرحلة بتحطوا الكمبو ما في شي وانه ثلاث شخصيات رح يختمو لك اللعب كله لا لا عركاتك بتفرق من مرحلة لمرحلة الهنتر السبعتك بيفرق من مرحلة لمرحلة بس بصراحة واحد اثنين من أقوى السبورتات مع سن جن وو والثالث بقى بتغيره حسب انت شو بدك تعمل بالمرحلة نفسها بدك 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 تنزله دفاعه بدك بريك زاد تحضر على حالك هدول الاثنين نفس الشي بيعملوا بقى واحد منهم استخدم او اذا بدك استخدم ترعين كمان فيك لما يخلص الاول تستخدم الاول وهكذا عرفتوا مشان ساعتها يعني كلما لكم تصير تنكو اكتر للمرحلة بقى بس هوم تكون صناعة في التعويم ما جاءتكم استمتعتوا فيه استمتعتوا لعك للفيديو شكرا مرحلة خير جديد نشاهد فيديوهات تانية مع السلامة